في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل وفد أمريكي إسرائيلي برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي جاريت كوشنر في الإمارات الوفد الذي يضم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي وعددا من ممثل القطاعات بإسرائيل غادر إلى أبوظبي على متن طائرة السلام في أول رحلة جوية للإمارات لإجراء محادثات مع المسؤولين الإماراتيين حول أفاق العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون التي تنتظر البلدين وقبيل مغادرة طائرة السلام إلى مطار أبوظبي أعرب كوشنر عن أمله في أن يكون الاتفاق بداية لمسيرة جديدة في الشرق الأوسط نحن على وشك الصعود على متن رحلة تاريخية أول رحلة تجارية في التاريخ بين إسرائيل ودولة خليجية نأمل أن تكون الرحلة بداية مسيرة جديدة في الشرق الأوسط ونأمل أن لا يكون المستقبل مرهونا بالماضي أعتقد أن التحقيق الكثير من السلام والازدهار ممكن في هذه المنطقة وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ترجمة نانسي قنقر